السلام عليكم الحقل المخصص بالهيدر لعملية error detection هو حقل الهيدر check sum عبارة عن بايتين مثل ما قلنا الآلية المتبعة هنا آلية بسيطة هي آلية check sum وعملية checking هذه ما تشمل الديتا جرام كله تشمل الهيدر فقط استثناء الديتا من عملية checking لأسباب بسيطة أهمها أنه فحص البيانات هنا نترك للليارات الأعلى للبروتوكولات الأعلى حتى تأدي هذه الوظيفة والنقطة الثانية أنه معظم التغييرات اللي يصير أثناء عملية التوجيه أثناء الراوتينج تشمل الهيدر لذلك الأخطاء واردة بالهيدر أكثر مما هي بالبيانات لغرض كشف الأخطاء يقوم المرسل باحتساب القيمة اللي توضع بهذا الحقل بحقل الهيدر check sum والمستلم أيضا يقوم بعملية مشابهة أثناء الاستلام الأجهزة الوسطية اللي تشتغل بالنيتورك لير أو أعلى من النيتورك لير تقوم بعملية مشابهة أيضا أثناء الاستلام وعادة الإرسال ومثالها الراوترات مثل ما قلنا أثناء عملية الراوتينج البروسيجر مال احتساب الهيدر check sum بسيط هو أنه ناخذ الحقول مالة الهيدر نقسمها إلى بايتين بايتين 16 بيت 16 بيت نعوض قيمها بالبايناري وطبعا نعوض عن قيمة حقل الهيدر check sum بالمرسل بالبداية بصفر لأنه ما نعرفها يعني ب16 صفر بعدين نجري عملية الجمع جمع بالبايناري ناتج الجمع ناخذ للكومبليمنت ونخليه بحقل الهيدر check sum بالطرف اللي يستلم نفس البروسيجر راح نتبعه مع فرق بسيط هنا أنه حقل الهيدر check sum ما راح نعوض عنها صفارة راح نعوض عنها بقيمة اللي جاية من المرسل أكيد قيمة هنا مو صفر طبعا العملية راح نجريها مثل ما قلنا بنفس البروسيجر نقسم إلى سكشنات كل سكشن 16 بيت هذا الهيدر وبعدين نجري عملية الجمع ناخذ ناتج الجمع ونسوي له كومبليمنت هنا بالطرف اللي يستلم المفروض إذا كان الهيدر واصل بشكل صحيح راح يكون ناتج الكمبليمنت يعني ناتج check sum صفر أما إذا كان أي ناتج آخر فمعناها وجود أخطاء ضمن الهيدر اللي موجود بهذا الدياتجرام هس راح نجي على هذا المثال حتى نوضح آلية حساب check sum قيمة check sum مثل ما تشوفون أكيد هي المطلوبة وباقي الحقول معروفة القيم مالتها فمثلا حق للفيرجين أكيد أربعة حق للإنترنت هيدر لينث خمسة لأنه الهيدر مثل ما مذكور ما بي option 0 للtype of surface 28 طول الدياتجرام الكل واحد الID malta لفلاقات صفارة والفراغمنت offset أيضا صفر التيتي الأربعة والبروتوكول 17 وطبعا عدنا source IP address موجود والdestination IP address أيضا موجود طبعا الحل مثل ما قلنا بداية بترتيب هذه الحقول اللي موجودة بالهيدر على شكل سكشنات كل سكشن من عدها 16 bit أو byte طبعا هذا يتوافق بي الطريقة اللي مرتبة بها الحقول بالهيدر فمثلا الحقل الأول الفيرجين أربع بتات يجي وراء حقل الإنترنت هيدر لينث أربع بتات صار عدنا byte بعدين عدنا البيت الثاني هو حقل type of surface هنا عدنا هذه البيتين الأولى تيجي على البيتين الثانية ال 16 bit اللي بعدها هي للتوتال لينث اللي هي رقم 28 بيها موجود بعدين تيجي على ال id اللي هو ياخذ 16 bit ياخذ واحد الافلاقات والoffset اثنيناتهم يكونن 16 bit والقيم الموجودة بيهم 0 0 وهكذا بالنسبة لباقي الحقول ونذكر هنا أنه حقل تشيكسام أيضا هو أحد هذه الحقول اللي لازم نخليه هنا وراح نعوض عنه بقيمة 0 مثل ما قلنا بالبداية إذا نريد نحسب قيمتها بالمرسل اللي نريد نذكر به أيضا فيما يخص ال ip address بالنسبة للسورس أو ال destination إنه ال ip address مثل ما تعرفون هو 4 بايتات فكل كود ضمن ال ip address قصدنا مثلا 10 12 14 5 بالنسبة للسورس كل رقم هنا ضمن هذا العنوان ياخذ بايت واحد يعني العشرة نمثلها بايت ال 12 نمثلها بايت ال 14 بايت وال 5 بايت فمن نقسمهم سكشينات على بايتين العشرة 12 نخليها بعدين ال 14 5 وهكذا بالنسبة لل destination نخلي ال 12 6 بعدين ال 7 9 بعدين راح نحول هذه الأرقام اللي موجودة ضمن هذه الحقول إلى ال binary وطبعا نذكر كل حقل بيه نلازم اش قد شان ياخذ من البتات فمثلا حقل ال virgin ياخذ 4 بتات لذلك راح نحوله بما يقابل الرقم 4 ك4 بتات فتصير 0 1 0 0 كذلك الخمسة الخاصة بال hidden length راح نحولها إلى 0 1 0 1 بعدين نجي نحول آخر 8 بتات إلى آخر 8 سفارة لأنه حقل type of surface ياخذ 8 بتات نفس الكلام أيضا بالنسبة لباقي الفيلز فمثلا حقل total length اللي بيه الكود 28 من الحوله إلى ال binary لازم نتذكر أنه ياخذ 16 بت نفس الشي بالنسبة لل id ياخذ 16 بت الفلاقات تاخذ 3 بتات type of surface ياخذ 13 بت وهكذا بالنسبة لباقي الحقول هسه راح نجري عملية الجمع بال binary وناتج الجمع بالنسبة للdigit الأول أو للعمود الأول هو 4 4 هي 1 0 0 الصفر راح يكون ضمن السم والصفر 1 تروح باليد نفس الكلام بالنسبة للdigit الثاني ناتج الجمع هنا 1 بالنسبة للdigit الثالث ناتج الجمع هو 4 لكن لازم ما ننسى الكاري اللي عدنا اللي هو الواحد فراح يكون الناتج هو 5 الخمسة هي 1 بالسم وصفر 1 تروح باليد نكمل عملية الجمع إلى أن نحصل القيمة اللي موجودة عدكم بالسم لكن نتذكر أنه هذه القيمة مو هي القيمة اللي نريدها لأنه check sum هو نقل بالناتج ما للسم ونخلي القيمة الجديدة اللي هي المقلوب بحق للهيدر check sum وهنا أيضا نذكر كملاحظة أنه اللي سوينا بهذا المثال هو إيجاد قيمة check sum بالمرسل وبالمرسل قلنا بالبداية قيمة check sum ما معروفة فنعوض عنها صفارة بالبروسيجر ما للجمع حتى نطلع القيمة اللي هي المقلوب ما لناتج الجمع بالأخير أما بالمستلم فالقيمة معروفة وهي القيمة الواصلة من المرسل لكن المستلم حتى يشوف أنه اللي وصل بأخطاء أو لا ما بي أما بالنسبة للمستلم فقيمة هذا الحقل ما تكون صفارة عد إجراء عملية حساب check sum القيمة هي القيمة الواصلة من المرسل هو رح يعيد نفس البروسيجر حتى يكتشف وجود أخطاء بالهيدر فإذا عاد نفس البروسيجر وطلع ناتج الجمع وقلبه فالمفروض أنه يكون الناتج اللي يوصل له هنا كcheck sum هو كل صفارة إذا كان اللي واصل له ما بيأخطاء أما إذا كان الهيدر بيخطأ فالناتج ما رح يكون صفر هنا ينتهي القسم الأخير من محاضرتنا المحاضرات الجاية إن شاء الله رح تكون عن العنونة بالIP Virgin 4 أشكر أصغائكم وأتمنى لكم السلامة والموفقية ترجمة نانسي قنقر